السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من مدرب حسامي وسمى جمعات الواتن دولي دبلومون من حاسوب المادة برمجة لغة جابا محاضر رقم خمسة طبعا في الدرس السابق مثل ما منعرف نحن وصلنا لعند الرئيز والمولتي دايميشنال الرئيز يعني كثيرة الأبعاد حلينا كمثال عليهم زيادا بسيط خلينا ندخل على البرنامج نحن عملنا هيك شي ذاتا في الدرس السابق تعلمنا انه هدول عبارة عن قائمات تحتوي القائم هاي على عدة قوائم تاني اخرى ومن نوع سترينج يعني في عنا عدة انواع اخرى من الرئيز ولكن هدول ما منعرف نحن بس نوصل لهم زاتا منبلش مناخدهم يعني الرئيز وما الى ذلك ولكن حاليا نحن رح نبلش الشوات الاهم واللي هي الميثودز الكلاسز والسكوبز يعني نحن رح نعرف كيف نتحكم بالمتغيرات من مكان لمكان ناخد اه حتى بعض الميثودز او متل ما بيقولوا فونكشنز هي اسمها فونكشن تمام بس اه بل تي شارب وال اه جافا بيقلوا له ميثودز تمام اللي بشكل عام بشكل عام هنم بالاصل كان اسمه ميثودز بعدها نسوه فونكشن بالجافا سكريبت والبيثون وفي عدة لغات تانية مثل بي اتش بي كمان عملوا الميثودز هدول سموهم فونكشنز ومع هيك ضل الكلاسات وضلوا الفونكشنات العادية والميثودز العادية موجودات يعني ولكن يعني في الجافا اه شغل اسمه فونكشن وهيك وما الا ذلك هدول اه يعني فين كنت قولوا يعتبروا تمام هلا نحن نعمل ميثودز واللي هنن اول شي نحن متل ما بنعرف في عنا ميثود هي system نقطة out نقطة print هاي عبارة عن ميثود نصح هاي عبارة عن ميثود نحن فينا نختصر كل هاي الكلمة هاي ونعملها بمكان اخر اول شي ويننا ننزل بدنا ننزل لبر اقواس هاي الميثود تمام ننطلع لبراتها يعني رح يصير عنا واحدة تانية من هاي ولكن ما بتشبهها لا تختلف شوي عنها تمام اول شي فينا نحطه نحن static تمام وفينا نحطه نحن public public بشأن نعملها من كل مكان تمام هاي public ما رح نرجع فيها ولا بيانات اذا رح نحطها void void يعني ما في return فيها تمام return يعني ما بترجع ما بتعمل عمالي حسابي وبترجع ارقام او بترجع نص او اي شي الفويد خلاص بتشغل الكود لا غير نحط هاي مسلا نسميها print وباس خلينا نحط نحن هاي اسمها print هون جواتها احنا بنحط هاي المنستخدمة دائما نحنا هلا بهالمنطقة هاي خلينا نطبع نحنا احد الكلمات طبعا هلا بنحط واللي هنا المدخلات this is a function او this is a method هلا بنجي نحنا بنشغل الكود بنلاقي انه ما اشتغلت والسبب انه اه متل ما شايفين نحنا ما ندينا هذا ال function لحتى نشغلها فايزا بنحذف نحنا هاي وهلا بس بنكتب print بين قوسين وخلاص طيب هلا في عنا error نحنا شو هو هذا error اول شي متل ما شايفين make static بال public تمام ليش static لانه هاي بنعمل من مكان اخر ما صح فايزا عملنا لها بس void بتنحط بمكان تاني تمام فاذا حطينا static نحنا لحالة او مع public بتشتغل ازا حطينا هاي هون كمان بتشتغل تمام جايفا جايفا و c شارب c plus plus هدول اللغات حلاوتهم انه الاقواس موجودة دائما هلا مثلا هاي static شوفوا شلون شكله مثلا فينا نحط عفوا مو static public شوفوا ولا مثلا هاي static فينا نشيل static بس ازا شرنا static عفوا public شو بيصير بيصير ما فينا نعمل من برة هذا الكلاس يعني هذا الكلاس اللي شايفينه اسمه class main هذا عبارة عن قسم او ملف فينا نتبره تمام هذا الملف داخله هدول الفونكشنات ازا ما ما حطوطات public ما فينا نستخدم من ملف اخر تمام لازم اجباري نكون هون حاطين public طيب فينا نحط private كمان وهاي الprivate كمان نفس الشي ما فينا ناخد من برة ليش لانه private خاص يعني برة هذا الملف ما فينا نستخدمها فينا نستخدمها بالملف هاد نعمل العمليات حسابية وبعدين نبعتها باستخدام function public اخرى تمام ولكن نحنا بالprivate ما خلي ما حدا يشوفها نهائيا وما حدا يستخدمها نهائيا سرية للغاية شان ما يلاقوا ثغرة او اي شي طبعا فينهم يروحوا يعادلوا على الكود ان شوما بدونوا يعملوه ولكن اذا بدنا نحمي كودنا لازم نستخدم هيك شغلات تمام هلا منشغلها لهاي منلاقي انه تمام حتى لو كتبتوا تحتها حتى لو كتبتوا تحت بيمشي الحال بدون اي مشكلة السبب انه متل ما قالت هاي تقرأ من فوق لتحت تعرف شو في عنا تلاقي عنا هاي ما صح هاي بتشوفها بتدور عليها في الكلاس بالكامل هاي يعتبر ذكاء من لغة جابا تمام يعتبر ذكاء هذا ويعني الشيء الفكرة عبقرية ليش لانه مثلا بالبايثون اذا لاحظتوا اذا تحت هي ما في تستخدموها فوق تكون ترفعوها فوق بعدين تستخدموها تحت بالبي ايش بي نفس الشي ما في كنت تستخدموها تحت كنت تستخدموها فوق كنت تحطوا هاي فوق لحتى تقدروا تستخدموها بعدين بمكان تحتها اما وتستخدموها من هون بلغات تانية ما بتصير نادرة بتصير باللغات الجديدة يعني اما هون بتصير هلا بنحطوا هاي كمان فينا نعمل كمان فينا نعمل اللي بدنا اياه تمام هلا بمكانه نحن في حد قرر فعيده تصدري في حد عنده سؤال زينا رفعت ايضها ففي اسئلة اي برنامج اللي انتل اي جي هاد هده شرحته في الدرس الاول انا فيهم مشكلة يعني فينك شاشة او بتبعتيلي صورة بس تشوف بتبعتيلي صورة انا الواتف بنحذف من عندي حذف كل شي عندي صراحة بعتيلي صورة شتون عم يكتب لك عم يكتب لك يعني او شي يعني طبقتي الشغلات لانا انا عطيتكن ايها في الدرس بالطبقي متل ما انا طبقت في الدرس يعني لازم طيب لكمل بما اتبعتي صورة ما فهم ما فهمت شغل اه يا زينة بدك تكتبي بدك تدخلي على الدروس يا زينة جباري ما فيني انا ارجع عيد كل شي كتبته يعني متل ما انا شراحت في الدرس خطوة خطوة عملي متلي شوي شوي لحالك زاتا بتتعلمي بس ازا اه بدك تتعلمي ما فينك ما حدا فينو يعرف زاتا من وين بدي بلش ازا ما شاف اي مكان مبلشين الاخرين تمام فمسا انا هلأ كتبت هون اه س او يو تي او سستم نقطة اوت نقطة فرينتلين جربية كتبية انت وشوف يشتون بطلع للجواب بس تكتبي اول مرة اول كودين ثلاثة بتلاقيه لحالك شوي شوي اه عرفتي شلون بيتنكتب اما يعني مشروح كله بده دروس يعني اذا ترجع للدرس رقم واحد واثنين بتلاقيهم موجودات كلهم يعني شلون مبلش وباي منطقة خبرتكن وين تكتبو كل شي يعني كله موجود فيه بس يعني اذا فيه مشكلة بالملفات ما عم تلاقي الملف او هيك خبريني مو مشكلة بس طالب اذا عبطل عندك الملف اذا الممتاز ما في اي مشكلة يعني فينك تكتبي فورا بهاية الموجودة هون اسمها تمام بين هذا القوس وبين هذا القوس شرحتهم انا بالدروس فينك ترجع يتفرج على الدروس كلهم تمام وهو متكتبي سيستم مثلا بتبلش هيك نقطة نقطة وخلص هيك بتبلش اول في الكود انا اول ما تعلمت هيك بلشت اشباري ما في حدا بيعرف شلون بدي اكتب بالبداية لكن ليش انا وقت بدي اعطي بايثون قلتلكم ياريتني ياريت فيني اعطيكن شي لغة اصعب منه قبل ما انا اخد بايثون لانه البايثون الصراحة تخرب بداية التعليم في بداية الطالب ايه سهلة لانه الكتابات فاضية الصفحة فاضية ما فيه شي نهائيا بس يعني ما كويس لشخص انه بده يتعلم برمجي وهيك ليش في البداية لانه كتير سهلة لدرجة انه ما بيعذب الواحد حاله يعني لايفهم شلون هي بتشتغل بفكرة انه مملة او صعبة وهيك بلكن هي مانا صعبة ولا شي ما فرق بيناتهم فرق بس طريقة الكتابة شوي مختلفة يعني شوي سدقوني انه الواحد يتعلم شي تاني اصعب منه يتعلمهم هدول كله الناس خلصت تمام يتعلمون هيك الواحد بده يتعلم الناس خلصت بعدين شوي شوي لحاله الشخص بيبلش يكتب عليه ويمشي اه بدون اي مشكلة يعني تمام فااا اقلل شي تابعي الدرس التاني تمام او الدرس الاول الدرس الاول شارح فيه كل شي زاتا كيف ما نبلش كيف ااا منكتب وين منكتب بين الاقواص شرحت عنها دول وكل ياتهم وبس انقلي شو عن مكتب انا افتحي الشاشة هيك تمام عملي هيك الشاشة وفتحي الدرس عملي هيك سكري هذا الملف ما في داعي له وبالبداية يعني بعدين افتحي الدرس هون على طرف اليسار تمام وبس اه سابتي الفيديو وانقلي بشو انا كاتب بس اول درس تمام تاني درس تالي درس لحالهم ذاتا بس شو فيهم شو ده حالة ايدك بتاخد ايدك وبصير تكتب لحالة يعني ما بدها الخوف الشغل او هيك توتر اه كل ياتنا في البداية زاتا تستصعب علينا الابور بس بعدين شوي شوي تسهل بتصير طبيعية هلأ عنا هاي المين منها بدنا النادي هاي البرينت تمام طيب انا هلأ قلتولي انه انا عندي هاي بدي ابعط عليها الكتابة بدل ما احطه طيب هلأ نحنا هون عنا مشكلة واللي هي انه هاي فويد ما صح فوقتنا نبعط عليها شيء ما رح يرى شيء هذا شيء طبيعي هلأ انا اللي بدي يسوي شو هو ما بيتعلق بالفويد تمام بدنا نحط باراميتر يعني بنا نبعط نص من هون نكتب برينت هلو هلو بدي بعط انا هاي الكلمة اطبعها هون بدون ما اكتبها كل شوي هون بدي خلص استخدم بدي نقطة برينت لين في نستخدمها طبعا ولكن شو من نعمل هدا الشيء نجي لهون نحنا لمكان هاي اللي شايفين هون في البم نكتب بدينا نحط متغير هذا المتغير نحط هون خالصين هاي التكست مناخده من هون مسلا ومنحطه في كنت سموها تكست في كنت سموها اكس بكلمات غير معروفة شو ما بتكون في كنت سموها ما بيهم انا سميتها تكست هلا ترينت ورح اعمل تكست هون جنبه ليش مشان عارف انه هاي تبقيت نصوص بديها تمام ما فينا نستخدم متغير يطبع فيه ارقام يعني هلا مثل اذا كتبت هون هيك هدا رقم هاي ما بتاخد اه رقم عالي بدنا اجباري نحط شو بدنا اجباري نحط واحدة فقط لا غير يعني النوع واحد هلا في طريقة تانية اللي نعمل هالشيء ولو باستخدام عدة ميثود تمام او نحنا فينا نستخدم ميثود وحدة ونبعث عليها هدا الشيء باري تمام هدا الاري ناخد منه القيمة الموجودة شو ما كان نوعها ونطبعها فينا نعملها بهاي الطريقة ولكن نحنا مثل ما قالت لكم هدا الشيء اه صعب نعمل كبداية هون في ننطر نعمل اكتر من واحدة هلا مساءنا بدي اطبع تيكست بدي اطبع نص عملت واحدة تمام فحبت هون المتغير هاد اللي هو رح نبعثه شايفين هاي هاي هلا صار فينا نبعثها من هون لهون تمام وقتنا نشغل هاي بيجي لهون هدا بعدين هاي بتطبعها لهاد المتغير اللي فيه هاد النص تمام فايزا نحنا شو ما بدنا نبعث على هاي شو ما كان الشغل اللي رح نبعثه على هاي لازم نحطه هون تمام بدنا نحط تيكست بدنا نحط رقم بدنا نحط هون هيك نعمل انت نمبر نمبر ولكن في عنا مشكلة هون واللي هي متل ما شايفين تيكست متغير تيكست بدنا نحط اجباري رقم معها لا تشتغلها اللي صارت بدنا نعمل هيك ونحط صفر اجباري تمام هلا هاي عبارة عن نحنا عاملينها ما أنا موجودة في الجاوة نحنا عاملين هاي اسمها هيك عاملينه نحنا مشان نسهل المثلا علينا بدلا ما نكتب اس او يو تي فينا نعملها هاي تمام ولكن متل ما قدتلكم احد سلبياتها هو انه ما احنا هاليا ما فينا نطبع غير تيكست هون فاللي رح نسويه هلا نحنا انه رح نجي نعمل وحدة تانية public static void print number بين قوسين وهيك هلا هوم نحط int كمان فيها مشاكل ما بيلكم ما انا انه سليمي على الاخر هاي ليش ما انا سليمي لانه ما فينا نحط غير رقم واحد رقم واحد فينا نحط فومنحط هادا النمبر وهلا متل ما شايفين عنا print text وعنا print number فينا نعمل print two number print three numbers print two text print three text فينا نعمل بدنا اياها قد ما بدنا منحطوه متغيرات مسلا هوني بنكتب string text اتنين مسلا وبنكتب print two text هون تمام مشاني اطبع نصين وهلا بنكتب بنص تاني جنبه اي هادا الشي غير منطقي ولكن يعني متل ما قالت لكم فيكم تعملوا البتكون يا طبعا مع الوقت بنتعلم كيف نخليها تطبع كل شي يعني مو بس هاي الانواع تمام مسلا ليكم هلا ازا كتبنا شوفوا شوفوا ايش تاخد print فاضي ازضغطنا على واحدة منهم زاتا تمام فينا نشوف نحنا شلون عاملينها تمام فينا نشوفها نحنا ندخل عليها من ملاف فينا ندخل على الملاف نحنا print writer print stream java io file نحنا ندخل على ده برنامج ندري شي شي هيك صغير عكل ان هنن هيك بعملوا تمام في حد عنده سؤال قبل ما نبلش نشغل هنا استاذ الله ما فهمت عليكم بس ما عارف شو الغرض منها يعني ايو وضعيني ما بتاع بحالي نعملها function بعملها تحت يعني ليش بالناديلة هيك متغير وبعملها parameter انت بتناديلة تحت للكتابة ازاك ايه مثل تابع الprint هاي انا ما عم باعلمك انه نستخدمها للs o u t للprint انا عم بعلمك عليه انه كيف منشغل نحنا هدول parameters وهيك بشان تستخدمهم ان شاء الله تقنيمو بس للطبعة انا اسم بدنا بالطبعة الطبعة s o u t بتكتبها بتطلع يزاك بس لا نحنا النقطة هون انه شوف شون عم ببعث النص من هون عم بتستلمو هاي بعدين جواتها عم بطبعوه انا عم بعمل عملية جوها هلا بنعمل كمان الحاس ببسيطة سريعة مثل اللي عملناهم بالبايثون هدول اساسيات بكل لغة الواحية بعملهم بعدين لايه يتعلم اللغة تمام هلا بنشغل كود بنلاقي انه كتب hello this is a parameter اذا صحيح شغلنا هون تمام استخدمنا function اللي عملناها نحنا هاي الميثود تمام اسمه print text ما بترجع شيء void فراغ يعني void يعني فراغ تمام static يعني ثابت اللي هي ميثود ثابتة نحبه هون نحنا والpublic هي عبارة عن كلمة بتاعني انه هل يمكن استخدام هاي الفنكشن من برا هذا الكلاس اللي اسمه main يعني اذا نحنا عنا كلاس تاني فرضا class hello مثلا مثلا اذا كان عنا نحنا كلاس تاني هون تمام فينا نحط هون public وفينا كمان نشيله ومنعمل هيك مثلا هاي فينا ناخده لهذا الكلاس بنفس الملف مو مشكلة بس بنعمله public بشأن نقدر نوصله هلا شوف هلا هلا ازا اشطلعتوا لاحظتوا انه واحدة public بس بتقبل تمام طبعا المين هي الاساسية ع اسم الملف لازم تضل public اما از كنت تعمل واحدة تانية بملف تاني اجباري لحتى تعملوا واحدة تانية تمام فهون بننطر اجباري دائما نشيل من الكلاس التاني الموجود في نفس الملف تمام وهون نفس الشي بنحط اه public تاتيك تاتيك مين فيكو تحطوا المين نفسها هاي الونيكة هون تمام لانه دول بيختلفوا عن بعض مين ليش لانه الاب تابعهم اسمه مين هاد والاب تابع هاي اسمه هالو تمام فبيختلفوا عن بعض وما بيتشابهوا مع بعض تمام كل واحدة ابيها ابوها شكل تمام هيك بيقولوا انه اب و اه child و ابن parent و child تمام فهاي child وهاي عبارة عن child كمان تمام ولكن الparent تابعهم مختلف واللي هو الهالو هالو هون وهون مين تمام فوان حتى لو سميناه به هذا الاسم ما بيأسك تمام حافظ في نسمي ليف عادي يعني ما يسمي مش كلاي مثلا child function بدنا نعملها هيك نحنا يفضل ما تسمو مين مشان عالم ما تخربط يعني اذا تستلم بعدكم شغل او شيء تمام دايما نحاولوا بعده عن اسماء العادية واستخدموا اسماء خاصة مثل هاي الفونكشن بتوي كذا بتموه بالاسم كذا هيك احسن تمام هلا الكلاسات مو وقت هون هلا نحن عم نشتغل بالفونكشن هلو تمام هلا بنجي لهون نحن مش نقلنا هاد من هون لا هون فينا نحط واحد تاني مسلا تكست نيل مسلا نجي لهون كمام نحط تكست التاني ما نحط هون خلينا نحط هاي باك سلاش مشان تعمل خط جديد هلا كتب لي ما طبع للتاني ليش لانه ما استخدمنا هاي في سينا نستخدمها هلا ازا لاحظتوا حطيت انا هيك ما مشي الحاد شو السبب السبب متل ما قالت هون ما بتصير الفاصل بالس او يو تي بل سيستم اوت برنت لين تصير بس زائد تمام هلا بنشغل كود من لا انه تمام هلو عجيتين طبعا كل واحدة بمكان على ما ازوم انا كتحاطت الان ومعها اه هلا تعم تمام ف نقلنا نحن من هاي الفنشين او هاي الميثود لهاي بيانات وطبعنا هون هون تمام استخدمنا هون هون يعني من هاي لهاي هيك ومن هاي لهاي ننتعلم أكتر عنهم ومشكلة في حد عنده سؤال اي حدا عنده اسئلة استاذ ما يصير ارور مثلا انت لما عملت هاي تبعه print text كتب جواته print معتلنا ديت هلا public static void بتسميها print فقط لما تعمل اس اوت هذيك بتخليها print مو print الان بيصير مشكلة يعني هون ده بتصير بتصير ما في اي مشكلة طالما الكود صحيح لا بتستخدمه ما في اي مشكلة كله صحيح بس اصدق انت ازا اه عملتها هيك اصدق هو هادي لا سونا خلينا احزف نستخدم print فقط بدك تكتب print اه في لك تعملها print ما انا مشكلين بتناديلها print وفي الاس اوتي بتخليها print فقط بتناديلها باسمها print كمال لا 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 هيك ما بصيش اه هيك ما بصي اصدق تعملها هيك بس ما لا لا بتخليها اس اوتي بس مو print الان تخليها print فقط شوف الان ضلة تدور آخر شي فقط فيك بدك يا prèsنتلين هيك ولا خط ال اس اوتي انتخليها اس اوتي بس الان بتنحل بتشير تخليها اه بتصير بتصير طبعا هي ملع ده قبل من الشغلة كله كله بيصير هاده. بس ليك الفكرة وين? الفكرة مو بالشغلة اس او يو تي وهيك. هلا اللي عنا نحنا هون اي شي بنكتبه بيشتغل. تمام? اي شي بنكتبه. الكود اللي بتكتبه هون بنظامي وصحيح بيشتغل نظامي ما فيه فرق. الفرق الوحيد هو مشان ما تكتب كل شي بالمين. تمام? مسلا في عندك كود بالتيك تاك تو باللاب اللي عملناها. في عنا كود نحنا هذا الكود كررناه اكتر من مرة ما صح? ففينا بدل ما نكرره اكتر من مرة نحطه بيه او و بنستخدم بس نكتب هيك مشان يستغل هداك الكود. مرة يشتغل فورا بكل اماكن اللي كررنا فيها بدل ما نكرره يعني. خلص نكتب بس هيك سطر واحد وبيشغل جميع السطور بدون ما نكررها. تذكرش لو عملناها نحنا? يا حتى دون اني. هذا هو الكود اللي كررنا. تمام? شايفو? هذا هو. وهون كمان كررنا وهون كررنا وهون كررنا. بكل كررنا مرة ما صح? فنحنا بدل ما نعمل هيك ونكرره فينا نحطه بميثود ومرة واحدة بس نشغل الميثود بس وصلت لهو من شغلة للميثود هاي. اللي نحنا كنا شايفينها. تمام? هذا انا اصدفيه. بدل ما تعزب حالك تكتب كتير كود. آآ هاي تستخد مرة واحدة. لكن لو مسلا نحنا بدل ما نطبع نكتب كلمة نقطة نمبر كترة واحد شان يطبع الرقم. ما صح? سهلت عحالي شوي. جوز استخد ما بكل مكان هاي. جوز مسلا فينك تعمل هيك. آآ ستة مسلا خلينا ننسخها هاي. طلع كم مرة بدي نسخها والصفة. الكود صار اسهل حسيته مسلا? هيك. كتابة اسهل. فهنا مش عن الكتابة مو مش عن بس تشغيل يعني وهيك. يعني نحنا فينا نختصر شغلنا يعني بهالطريقة. هلا بقل لك كمان مثال تاني. برجيكيا وبتشوف فوقتها ليش? يستخدم تمام? هلا متنا شايف تقدمنا هون. هلا في عنا شغلة تانية مبارزة نجربينه انتم من قبل. ولكن شوف. كمان ننبر. شوف هلا. نشغل كود. طلع ديش دار. دار الكود اكتر مرة بعد قبل ما سوى شو بعد ما طبع كل هدو. اكسبشن ان ثريد مين. وبلش يعطيني ايرورات. لانه كتير دار يعني ضد يدور يدور. حلقة صارت هون بالطريقة هي. طبعا غير غير سلم هذا الشيء. ولكن يعني استحق التجريب يعني. هلا نحنا بنعمل الاحاس ببسيطة. تمام? نعمل فيها جدول ضرب. جدول ضرب لحاله بدينكتب. تمام? مو كامل ولكن فقط احد الارقام. نعمل هون بورجيك ليش نحنا نستخدم. طيب. هلا بنجي نحنا اول شي. نكتب هون انه بدنا نحسب. خلينا اول شي نعمل تمام? هاي الفنكشن شو بتسوي? اول شي بنعملها يعني فينا نستخدم من وين ما بدنا وفينا نعمل استاتك ازا بدنا ما بيأسر. هلا حاليا نحنا بنحط اغلب الوقت. بس كنت تعملوا شيء خاص او شيء حساس. حطوا برايفت. تمام? هلا. هاي البابليك منسميها منحطه ومنسميها. اه منسميها. مالتيبلاي. لا. لا. جدول او رقم او برب. برب. طبعا لازم نحط هون شو هي الشيء اللي بده تصير بما انه نحنا رح ناخد ارقام ونرجع نبعتها نطبعها. شو منحط? منحط دبل. لانه بدنا نستخدم نحنا جدول ضرب. تمام? فالارقام ده تطلع طويلة شوي اطول من الانتجر العادي. تمام? فينا نستخدم دبل لانه بدضرب قد ما كترت ذاتا رح يطلع عدد اه سابت. ولكن بعض الاوقات بجوز نحط رقم فيه فواصل. مصرح? وبس حطيت رقم فيه فواصل ذاتا اه بصير في فواصل بعملية بالا اه عملية الضرب. احتمال يكون في فواصل. اما زي ما حطوا الفواصل قد ما ضربت وبيضلوا الاعداد طبيعية. هلا بنحطه نحنا دبل. لازمتنا دبل. نجح على المحتوى تبعها. شو المحتوى تبعها رح يكون? رح يكون عنا هون دبل ان. دبل ان. الدبل الاول رح يكون اه اكس. تمام? الدبل التاني شو رح يكون? واي. رح نحط رقمين ونضربهم ببعض. نجي لهون نحنا? شو بنكتب? او خليلي يكتب الكود كامل. نكتب زد تساوي. طبعا بنحط هاي دبل. تمام? زد تساوي. اكس ضرب. تمام? بعدين نعمل زد. ما نرجع قيمة زد اللي نضربت. تمام? هلا بنجي لهون نحنا فوق. في هالمكان هات. شو ما بنعمل بس نكتب ضرب. مثلا هاي الفانكشن عملناها اسمه ضرب. شو نكتبهم بس ثلاثة ضرب خمسة مثلا. نشغل كود خمستاش. طبعا ما طبعها. ليش? لانه نحنا ما حطيناها اسا يطبعها. شو ما بنطبعها? بما انه هدا رح يرجع لنا دبل. عاملين هون. رح يرجع دبل وقت منشغل هاي. ومنحط فيها قيم. فهون بده يرجع رقم. لازم نطبعه لهذا الرقم. شو ما نسوي? منحط اس او يو تي هون. تمام? ومنحط فيها هاي الضرب. بشان تطبعها بس تجي النتيجة. منشغل الكود. منلاقي انه الكود اشتغل نظامي خمستاش. تمام? طيب. هلا بالنسبة لهذا الكود. نحنا انا شو قلت لك يا حسين? بدنا ناخد نحنا جدول ضرب احد الاعداد. ما صح? فاللي رح نسويه هلا هون انه نحزف هاي. ونعمل هاي الفورلوب. هاي الفورلوب شو رح سوي فيه? هلا بورجيكن. وليش? بنعمل جدول ضرب نحنا. هدا جدول ضرب رح ياخد مسلا الاعداد اه رقم الخمس انه نعرف اه الارقام تنضرب فيه جميعها. نتيجتهم مسلا نعمل جدول ضرب بدل من الصفر للتسعة او للعشرة بدنا نعمل جدول ضرب يكون مسلا من الصفر للمية مسلا ازا بدنا. فمنحط هون اي تساوي صفر. بعدين اي اضغر وتساوي المية يعني بده يعيد للمية او خليها هلا للعشرة جدول ضرب العشرة. تمام? بعدين بنحط اي زائد زائد. تمام? هلا بنشغل الكود هذا خلينا نجرب اول شي. بنحط اي. بنطبع الاي. بنشوف الكود شو رح يكتب. اذا النظامي طبعا من الصفر للعشرة. تمام? شغل صحيح. هلا بنجي لهون نحنا. نحط الضرب تمام? نحطه لا الاي هون. ليش? بنضربه بشو? صفر بدين ضرب بالخمسة. بعدين واحد بنضرب بالخمسة. بعدين اتنين ضرب بالخمسة. بعدين ثلاثة ضرب بالخمسة. هيك لا حتى يطلع جميع ناتج جدول الضرب تبع الخمسة. تمام? نحط هون شو الرقم اللي بنضربه فيها. تمام? اسا في شغل نحسنه هلا. انا برجيكم شو هي. طبعا نطبع هاي. نحط هاي الضرب هون. هلا بنشغل الكود خلينا نشوف شو راح يصير. شايفين هلا? صفر خمسة عشرة خمسة عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين خمسة واربعين خمسين. طلع عن نتيجة نظامية. تمام? مسلا نضرب انا بميتين. نشوف جنتج جدول ضرب الميتين. ميتين اربعمية عم بضربها دائما بكل رقم. من الواحد للعشرة. تمام? خلينا نرجع نحطها خمسة. ونروح نحط بدل العشرة هاي مية. تمام? ونشوف نحنا. من لانه جدول ضرب الخمسة. جميع الشغلات. اه جميع ناتج ضربهم من الصفر لانميين كتبه. واحدة واحدة. تمام? هلا هون شو سهلنا يا حسين نحنا? بدل ما نكتب هاي. تمام. الكود هدا قصير ولكن في بعض الوقات جزء تعمل عملية حسابية طويلة كتير انت. وبدون النتائج بسرعة. فبدأ تضطر تكتب كود بجوز عشرين سطر هون. عشان ما تضل تكتبه هون وتعيده كتير وتعيده بفونكشن تانية مرة تانية وهيك. لا خلاص. بتعمله في قلب تحت عشان تستخد ما باي وقت بالدكية. تمام? هلا بنجي لهون. الشغلة اللي رح نحسنها اكتر واللي هي. شايف هذا الرقم? خمسة? بنا نغير نحن نشغله هون. اول شي. هاي الفور ناخده. تمام? بنروح لوين? بنروح لحل عند الفونكشنات. بنكتب هون بابليك. بعدين بناخد كمان. او حتى بيصير ولكن بدنا نرجع رقم نحنا. اه. جبارة. دابل. حتى بفي داعي ناخد دابل خلاص بويد. هلا. بنجي منكتب هون. مسلا ناتج ضرب. رقمين. يعني شايف ايه الكتابة عربي كعب تكتبها? ما ليش? بنحط هذا الكود في قلبها. هلا في عنا نقطة هون لازم ننتباه لها. هو اللي هي. بدنا نغير ثلاث شغلات نحنا. اول شغلة. شايفين هذا الرقم اللي بنحط هون? هذا الرقم. هذا بدنا نعمله ما نسابت. يعني رح نحن نحطه نحنا في ايدنا. تمام? رقم. رح نسميه رقم. نجي لهون نحنا نكتب دابل رقم. شان ناخده من وين? نناديلها من فوق لهاي. تمام? نناديلها هون. نحط شو? نحط مصلا خمسة. هلا ازا شغلنا الكود شو بصير? بيشتغل نظامة. تمام? بعثنا الخمسة من هون. استقبلتها هاي. وهاي الاي عبتجي من هذا العداد. نحنا فينا نغير شغله. حتى هذا العداد لوين فينا نحطه ازا بدنا كمان. فهون كمان. فرام. انتجر. فرام. انتجر. تو. فينا نعمل هيك. من وين لوين? تمام? نحط هاي الفرام وين? منحطه هون. والتو وين منحطه? منحطه بهاي. تمام? هلا صار عنا ثلاث شغلات نحنا فينا نعرف. فينا نستخدمه بالحساب. هلا نجمع. شوف ولا لا ارجع الشحل هاي. شوفوا الرقم اللي كنا عم نضربه هون. نحنا بنبعته لوين? للفنكشن اللي تحتها. بس اللي تحت هاي. شو هو الرقم? ما صح? كنا نحطه هون. مشان نضرب بي صفر واحد اتنين. هلا شو راح يصير? هلا اخدنا نحنا هذا الرقم حطينا هون. مسلا حطينا خمسة هون. يعني هون خمسة راح يصير. تمام? هو خمسة. بعدين اخدنا الفرم. فرم راح اكتبها هلا هون. خلينا نكتبها. السريع. من وين لوين? نحطه من العشرة مثلا. لوين? الخمسة وعشرين. تمام? شوف هلا. من العشرة. اذا وين? هاي راح تكون بتتبلش من العشرة. وهي عشرة كمان. بعدين. لوين? من الضرب بتتدرب بالعشرة ويدعش وطماش وطلطة عشر واربطة عشر لا. الخمسة وعشرين. تمام? بالتو. اللي هي هاي. عفوا هاي. اه. تمام. خمسة وعشرين. وين راح تصير تو? خمسة وعشرين هون. مكان هاي. تمام? بعدين بزيدوا واحد واحد هون. فينكن تعزلوا هاي كمان الاي. لحتى تعملوا انه تزيد اكتر من واحد. اتنين. تلاتة. كم خطوة نطر. فيكن تعملوا كل هاي الحركات باستخدام سطر واحد فقط. اداة تحكم يعني. تمام? بعدين الارقام هاي راح تيجي. هاي الاواي راح تصير تعد واحد اتنين تلاتة اربعة. وراح ودا وين ده تروح? راح تروح لالف ومشان اللي تحته تحسب العملية. تمام? ناتج ضرب الرقمين. وبعدين ترجعه لوين? ترجعه لهون وتطبعه. هلا منجرب الكود. راح يطبع من ال. راح يدرب بالعشرة اداعش تناعش تلاتة عشر اربعة عشر خمستاش لا الخمسة وعشرين. مثل ما شايفين ضربة بخمسة وعشرين. طلعت النتيجة مية وخمسة وعشرين. تمام? في حدا عنده سؤال? في حدا عنده اسئلة? طيب. هنا في حدا اذن. اه. من يكون في مشاركة اه شباب وصبايا? يعني الصراحة انا بحب اه يعني تشاركوا اه تفتحوا مايك تحكوا او تبعتوا رسائل مو مشكة يعني هان ما عندي مشكة انا بيهم انه يكون في مشاركة تمام? يعني بيكون كتير ممتاز هذا الشيء. مشان اعرف انه انتو فهمانين ولا لا. اذا بتفهموا ولا لا تمام? ما في ما ما ضرور يعني تفتحي المايك ما اصلي تفتحوا المايك وهيك يعني. هذا الشيء بيعود لكم يعني بس اصلي اي 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 اذا فينكن نعم ولو تبعتوا رسائل وهي. ما حسنتي تفهمي كل شيء. شو هي الشغلات المفهمتية? رح اشرح لك اياها هاتين شو هي الشغلات المفهمتية وانا بعيد شرحها. اكتبوا لي الشغلات المفهمينة ان شاء الله بتشرح لكم اياها ما انا مشكلة تمام? مثل ما لتلكون ما بدنا خجل ما بدنا اه تردد اه الدرس درسكن مو ما عم بعملوا الي عم بعملوا لكم يعني هذا لكم. شو ما بكم بتسألوا بتسألوا? ايه بعرف جافة شوي صعبة صراحية من اللغات الصعبة تعتبر كتابتها صعبة فقط. بس لا غير. ايه? لانه بتطول كتير وطويلة وهي. ولكن كمنطق نفس البيتون ما فرق بالبرمجة كلها نفس المنطق تمام? كل ياتا. كل ياتا. ما في اختلاف بالمنطق نهائيا. تمام? هلا هاد ناتج ضرب رقمين. متل ما شايفين عملنا اداة تحكم هون. بعدين بعثنا الارقام لهون. بعدين عملت عملية حسابية هون. شغلنا الكود هاد مشان شو مشان يشغل. هاي الضرب هون. دي تحت ياخد العملية. يعني شغلنا عن طريق عن طريق الرئيسية الخاصة فينا. تمام? صدر. لا. هاي تبع الدرجة بين ضرب عددين تبع الخمسة هاي. كان فينا نستغنى عنه مدما عادنا الفورد لوب هاي. بنحدد انه الدرجة اللي بيمشي هاي شعب بنحدد انه بنكتب متغير وبرقم هاي. اصدق اه شو اصدق? اه طلع شوي فوق فقط هاي تبع الرقم خمسة. احنا كنت بين رقم فروم عشرة توق خمسة وعشرين. اي نعم. اي فروم عشرة توق خمسة وشرين هذي من بينها واضحة. الرقم هاي خمسة يعني ما الى داعي بقصد يعني مثلا نحدد هون اي. القيمة ال اي هي شقد بتكون درجة الضرب. بيعطي لها عدد. بالنتجة بيعطي لها رقمين هاي. اي. اي لا بس يا حسين هلا ليك. روض انت هاد الملف عندك يا. مانه قدامك. روض هذا هذا الملف مقدامك. روض هذا الكود مقدامك. سرحت اوي. كيف راح تحط الخمسة? ما في ناك تحط الخمسة ما صح? اي خلص. هاي من الاخر يعني. ما في داعي اطول شر. هاي الفائدة مننا يا حسين. الفائدة انه نحنا شايف هادا الرقم. مثال على هادا الشيء. اس او يو تي ماف. نقطة مثلا اه افضل. ماكس. هاي الماكس احسن مثال. عشرة مية. ليش ما حطي انه نتحكم بالعشرة. ليش ما نحطين انه الرقم الاول نحطه هنيك. ليش? لانه ما فينا نشوف ان هدول الاكوان. مساهلين علينا الامور بهالطريقة. خلص عا بيقلولنا. شوف بس تعمل هيك انت ذاتا بيقلولك شو هي الشرات اللي لازم تحطها. تحط ايدك عليها هاي. بيكتب لك. انتجر بانتجر. لونج بلونج. فلوت بفلوت. دبل بو دبل. تاخد كل هاي الامور. ما صح? فانت بهاي طريقة مسلا عملت انا هلا هيك. كتبت. اه مسلا نشوف. انتجر ا انتجر بي. انتجر ا انتجر بي. عفوا. لونج بي. لونج آ. فلوت آ فلوت بي. دبل آ دبل بي. في عدة انواع. تمام? فهذا بلاقيهم. طيب ليش نحنا ما بنحطهم خمسة والتانية بنحددها من هناك? ليش? لانه الكود ما هو قدامنا. ايه? هلا ليك? هلا الكود قدامك هاد. هادو الكود قدامك هلا. ولكن بعد شوية ما رح يكون قدامك. تمام? فا يعني ما تفكر انه خلص اه ازا قدامك الكود يعم يتغيره منهم. مسلا انا عملت كلاس. سميته اه كالك. تمام? حطيت فيون هادول الفنكشنات. بجي انا لهون. بكتب كالك. بعمل نقطة. ناتج ضرب رقمين ضرب. ناخد هادول. نحزف هاي. حطهم هون هاي. بكتعتبر هاد الملف كله مانو هون. تمام? بكتعتبر هادول مانو هون نهائيا. خلص. انت ما عندك القدرة انك توصل لهم حتى. شو رمضك تستخدمه? هاي الطريقة اجباري ما صح? فينك تحط الخمسة من هون? او من هون? ما فينك. فشو رح تسوي? هتحطه هون اجباري. بس هيك شو سويت? هيك هادا الملف. والله انا طلبته مثلا راما او زينة مني. ببعتلون يلا الملف. بدون ما يحطوا يلسقوا عندهم. خلص بس بيساخوا الملف وبيحطوا بهذا المجلد. وهنا من هون مثلا احنا 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 بنجي بنعمل هون اه احد الملفات الاخرى تيك تاك تو مسلا نقطة مين. تمام? هاي المين متل ما اناك شايفة هون. شغالة بتشتغل. مسلا بدك ملف اخر اللي هو النمبر بيد. تمام? نقطة مين. شايف? ازان كله بيشتغل. ارغز. مسلا شغال هاد. شوف انتر الملف اخر عن طريقة ذاك الملف. شغالة كتير سهلة. كتير. لك ليش مشروع جافا اه بده اجباري بيئة عمل? لانه بهالطريقة يكتب. بده اجباري او كومبيلر. اه يكون اه شغال دائما. تمام? نصليك هلا ها? مالفرس جابا اب. هادة البروجيكت تابعنا. نمبر بيد. ايه في كلاس نمبر بيد كناك تشوف اه عبارة عن كلاس عادي صار. فانا هلا شرحت الكلاسات تمام? بس هاي لا تعتبرون انه شرح شرح. هاي فقط انا بس انت لك شوف فائدها. تمام? علمتكم الكلاسات من قبل بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كلاس كامل. شايف هده الكلاس اللي نكتبه هون? بالبايتون ما فيك شي. بالبايتون عبارة عن ملف اخر. خلاص. بتحط الملف وبيمشي حالا. مسلا لازل بكتب هلو نقطة كلاس. هاد عندي اسمه كلاس هلو تمام? مشكلته انه هلا هاد ما فيه لحتى ناخد منه شي. مسلا الباك اوب اسمه باك اوب عنا نحن نقطة خلينا نشوف هادا شو كان الملف. لايكوا هادا اللي جنب الملف الاساس تبعي. فارغ. بدنا نكتب رقم على ما اظن. ليش ارغو استاذ? شايفين? وانا بس هيك. اوقف هادا الكود انا. هاي. الارغز هاي بدي اجبارة تحط اي شي فيها يعني. ما في داعية هاي بس بتحط اي شي فيها. فارغ او اي شي. طلع مسلا ها. اه تيك تاك تو. طوام مين. الارغز زيش بتنحط? الارغز لانه متل ما اناك شايف هون كل تاخد ارغز. ما صح? كل تاخد ارغز. تمام? فنحن نشوف اجبارة باننا نحطها هاي هون. فانت ازا ما عندك شي تحطه مسلا حطيت هيك ومشيت ما في ارغز ما فينك. ليش? لانه هادا فانت ازا حطيت فاضي بيمشي حال. تمام? حتى بنحط الارغز بيمشي حال. خلنا ننطبع الارغز لانشوف شو بيطلع منا. س او يو تي ارغز. شوف شو بكتب ليه? شو طبع لي? الجافا لانج سترينج. عبارة عن لست عادية. تمام? بيانات اصرت خصة هي نعملنا علاقة. ولكن لا تستخدم في الكود تبعنا حاليا. تمام? فهاي فائدة وهاي الطريقة اللي عم نشتغل عليها يا حسين. بدون ما هاي. هاي شرحت لك شو السبب? هلا يمكن اكيد مية بالمية فهمت ليش? انا عم بعمل هيك. تمام? لانه ازا ما عملت هيك انا ما في نعمل ملفات تانية. يعني انت بترضى يكون ملفك فيه اه مثلا نعتبر هيك. ترضى يكون فيه تقريبا لعشر تلاف سطر. ما يعرفوا رفقاتك يقرونه نهائيا. ترضى هذا الشي ما خرج. ديش? لانه هيك بيصير صعب بيضيعوا كتير. فانحنا مشان ما يصير هالشي شو منسوي? منحزف هدول هيك ما منسويهم هيك. نعملهم ملف تاني. ومنحطهم بكلاسات وبنستدعيهم بس وقت اللي بدنا اياهم. تمام? انا عاديش عملتكم كتير ولكن مش عم. تمام? ها هي الفكرة ورا هدول الميثودس وفوائدهم. مشان نستخدمهم في ملفات اخرى في قطع كود اخرى مسلا هلا هاي الكالك من هون بيستخدم انا. هطة نقطة. تلاقي فين يستخدم الضرب وفين يستخدم هاي. مو مشكلة فين يستخدم واحدة منهم. اي واحدة منهم. مسلا هلا شوف يا احسين. في عندي الشغلة رح عملها هلا. واللي هي هاي. شوف هلا. نعمل هون كالك. نعمل نقطة بتلاقي انه اختفت الضرب. ما صح? ما طلع لك الموديل تابع. مظبوط. لك ما طلعها نهائيا. ليش? لانه حطيتها برايفيت. اه. هذي كنت راح سيلك عليها. اه. اختفت هلا. ما فينا نستخدمها. حتى لو كتبتها هلا. ما فيها كتستخدمها. شوف شوفت شلون نقلي على واحدة تانية مع انه ما بديها اي انا. راح حطاني غيرها. لانه ما فينا نستخدمها. خلاص هاي برب صارت سرية للغاية. بس بهذا الفلاس تستخدم. لا غير. ابدا ابدا. مسلا اذا جيت عملت برب تشتغل هون. لانه الفلاس نفسه. فقلت لك. يعني. مثالا لهذا الشيء. انت بمجموعة اسمه كالك. وانا بمجموعة اسمه مين. تمام? عنكن شخص انا ما لازم شوفه نهائيا. فيني التقي فيه? ما فيه. مثلا اه حسابك مثلا اه او كلمة سرك فينو حدا ياخدها? لازم حدا ياخد غيرك? لا. كلمة سرك خاصة فيك. خاصة فيك. فلهيك برايفت. برا هادا المجتمع اللي يمكن يعتبروا هنن جزء انت تعطيه لعيلتك. ايه? فهاي عائلتك. بتكون. انت برا عائلتك ما بتعطي ازا ازا حاطة برايفت هاي. تمام? اما ازا تنعطها ما اي مشكلة. شوف مثلا الضرب هالوقت نحطين نقطة تلاقي الضرب طلعت. تمام? تطلع نظامي. طبعا بدنا رقمين هون بنحطهم هاتي مشيحان. ولكن تطلع نظامي. تمام? فها هي الفكرة من الكلاسات والميثود هادول. والبرايفت هاله هاي ازا حاطيناها برايفت بيكون ممتاز. ليش? لانه احنا حكينا انه انه هاي ما في داعي حدا يوصل لنا. احنا بدنا بس بدنا يستخدموا هاي. مثلا. ازا بدك يوم بس يستخدموا هاي. خلاص. ما في داعي تحطلهم اللي برايفت يقدروا يبسك هو كمان. اعطيك شغلة المثال. ازا راحنا على الماف. نقطة. شايف هدول? هدول اغلبهم ها. في ثلاثة اربعة او خمسة ميثودز برايفت معاهم. تمام? عم بيشتغلوا بشأن يشغلوهم. بس انت ما عم تشوفهم هون. تعرف لو عم بتشوفهم كتشفتها يبقائمة مع باي كتير اه. ولكن ما منشوفهم ليش? لانه بعض منهم لهدول ما بيشتغلوا بدون فونكشنز. ما بيشتغلوا بدون فونكشنز. اجبارة بدون فونكشنز. تمام? فنحنا نخفيه باستخدام البرايفت بحيس ما حدا يستخدمها بس هاي الفونكشن تستخدمها من الكلاس هدات. بورجونا فقط اللي فينا نستخدمهم لها غير. وهذا البرنامج ذاكي ذاتا. يطلع لك الشغلات اللي خرش تستخدمها والشغلات اللي استخدمها بيطلعها. صدل شو كتاب تحكي? صدل كان الحكاية كلها يعني فونكشنات. يعني حتى هم مثلا الكافيتالايز وستريب هذول هاي عبارة عن فونكشنات جواتها. بتخليها بتعمل الاشيه. طبعا. طبعا. كلهم كلهم هدول كلياتهم فيهم فونكشنات جواتهم. كلياتهم. إلا بعض الوحدات منهم ما فيهم ولكن اغلبهم فيهم. حتى اغلبهم فيهم فورلوب كمان يعني مو بس اه شي اسمه. لك في بعض منهم في فورلوب لك اكيد. وقت بتحط اكتر من الرقم مثلا بتعمل هيك مثلا خلينا نعتبر انه فايند هايست. يعني فلتجد الرقم الاعلى بين هدول الارقام بجوزة تضيف انت قائمة بجوزة تحط هيك. بجوزة تحط اكتر من الرقم. تمام? بجوزة تحط عشرين ثلاثين الرقم. كيف بدي يلاقيهم? بدي يحسب لك اذا كان اكبر هذا من هاد. وهذا اكبر من هاد. وهذا اكبر من هاد. وهذا اكبر من هاد. وهذا اكبر عن هاد. هيك الليắtبي يحسب لك?生كلا. اكيد لا هوم في فورلوب هناك بهاي الفونكشن مثلا. في فونكشن هيك. مثلا فيها فورلوب بتضل بتدور رقم رقم وبتحسب اللي قبله واللي بعده واللي بعده واللي بعده بشكل سريع جدا بعدين تستلم الرقم الثاني وبتحسب بتحسب بتحسب بضل بتحسب لحتى تلاقي اعلى واحد وبتبعى التاتية تمام هاي هي الفكرة وهاي هي الطريقة اللي بيستخدموه للبرمجة الديناميكية متل ما بيقولوها تمام هاي ديناميكية الشغل شغلات الستاتيك ما حدا بيشغلكم عليها يعني انه والله اكتب بايدي واعملوا ان شاء الله كلية هدول هدول ايه طبعا ان شاء الله طبيعية ولكن انه تستخدم مثلا تجي الرقم الاعلى بين ثلاث ارقام وتجي تستخدم كلياتها ما حدا بيقول لك هاي ما كويسي ما حدا بده 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 تعملون يا مشان تستخدم اكتر من عشر ارقام عشرين تلاتين رقم اربعين رقم قد ما بدك يناك تستخدم ارقام هذا اللي بالدنياك بالدنياك تشتغل بشكل ديناميكي يعني تحسب حساب لكل شي هاي البرمجة تحسب حساب لكل شي اصلا هي ذاتة بالاصلا هي هيك يعني البرمجة كلها هيك تحسب حساب لاذا كان في خطأ تحسب حساب اذا كان الحكي صحيح كله كله البرمجة هي عبارة عن if else تمام كلها if else البرمجة تتقولي بدون ال if else ذاتا ما فينا نسويش بدون ال if else ما فينا نسويش نهائيا ال if else هي اساس البرمجة واحلى منطق لهلا نوجد بكل شي دراسيا بكل شي ها if else شرط هذا ال if else ما هو شرط برمجة فقط ها هو شرط عالمي يعني حتى من قبل ما تنوجد البرمجة شو هو اذا مثلا نحط نحن شروط اذا خرج احمد لشراء بعض الخضار تمام شو لازم يسوي احمد احمد اذا راح ولقى المتجر هذا مسكر شو لازم يسوي بيرو على متجر اخر اذا لقى المتجر الاخر مسكر شو بيسوي بيرو على متجر غيره واللي بعده واللي بعده واللي بعده اخر شي اذا ملقى هي ال else ما صح فهاي ال else هو الخيار الاخير اذا ما توفقت اي شروط من الخيارات الاولى فبال else مثلا احمد يعود الى المنزل بس مثلا احمد يريد شراء شرب الشاي هذا مثال كتير مشهور احمد يريد شرب الشاي احمد جاب الكأس الشاي احمد مسك البريق هل هو ساخن ام بارد اذا ساخن بيصب بالشاي اذا بارد بيساخنه بيشغل الغاز ويحطه على النار بيرجع بيستنى بيطلع هل البريق ساخن اذا البريق ساخن بيشيله ويصب فيه الكأس تمام بعد الكأس ما يصب فيه احمد هل وضع السكر ام لم يضع اذا وضع السكر يشرب اذا لم يضع بيروح بيحط سكر بيطلع السكر هل يوجد سكر في العلبة هل يوجد نعم لا يوجد يروح بيعبي العلبة هل يوجد عندنا سكر في المنزل نعم يوجد لا يوجد بيروح بيشتري سكر بيروح على المجر كلاياته هيك تمام تمام برمجة كلاياته هيك يعني نفس حكيتها نولنا معطل اختصارات وكاركتر وارقام كل هدول الكتابات الميثود هدول لشو بنا نستخدهم مشان if else تمام صح كل هدول راح نستخدهم لif else فالأساس هون شو هو ما هو الميثود لا ولا هو الفورلوب لا شو الأساس if else else بس هاي البرمجة تمام إذا كان وإذا لم يكن وفي عنا كمان else if هنا نحطها كمان تعتبر منهم إذا كان وإذا لم يكن وإذا لم يكن في كل في كل تالحالات يعني إذا الاثنين ما توفقوا تشروطهم يستخدم الخيار الأخير ها هي البرمجة نسو كل شي كل شي هدول نسوهم كلهم تمام تمام إذا هدول مفهمانينهم ما بتفهموش بالبرمجة نهائيا اللي بيفهم هدول فرصة كبيرة للبرمجة حتى لو ما فهمان الميثود سكيف تشتغل وهيك خلاص بس تفهموا الف else كيف تشتغل تعرفوا تشتغلوا بالبرمجة شو ما كانت اللغة تمام أساس البرمجة الف else شايفين الحركة الفارة هاي حركة الفارة هم محطوطة إذا تحركت الفارة أو بالجهاز الميكانيكي هذا اللي هو العدسة هاي بإيدي بالفارة إذا تحرك محطوط إذا تحرك استقبل إشارة إذا لم يتحرك ضل وائف إذا تحرك استقبل إشارة إذا لم يتحرك ضل وائف تمام الزر هذا اللي فوق نفس الشي إذا انضغط بيشغل إذا ما انضغط ما بيشغل ذاته مصح بس إذا ضغطت هون فهون نفس الشي الموبايل اللي بإيدكن إذا ضغطت الزر تشتغل الشاشة مصح هاي إف ألس هذا الزر إف ألس معنو الشيء ميكانيكي ها هذا إف ألس بيستقبل بإشارة فورا إنه الزر تم ضغطه إذا تم ضغط الزر تبعية الباور بيشتغل الشاشة تشتغل تمام نفس الشي ساعة ساعة التليفون ساعة التليفون شو عم تشتغل كمان نفس الشي إف ألس البصمة شلون تشتغل إيف ألس الكمبيوتر شلون بيشتغل إيف ألس ضغطوا الزر تشغيل تبعا اللابتوب إذا ضغطوه شو في عنا نحنا في الكمبيوتر في عنا بالبيوس شغلة بتأقضع الأجهزة كلها من جرد ما تجيهم كهرباء عبارة عن جهاز ماكينة ماكينة الكمبيوتر عبارة عن ماكينة ماكينة عادية مثل أي ماكينة ثانية ولكن زكية شوي واللي هي من جرد ما تضغطوا زر التشغيل عاملين برمجة هنا في البيوس واللي هو النظام الداخلي تبع الكمبيوتر قبل ما يتواجد النظام تبع الويندوز وهيك شيء من فرمتر الكمبيوتر منه وهيك برمجة كائنية يعني برمجة مادية فورا بأقلع برمجة فيه سوفتوير هذا السوفتوير بيوصل له إذا تم تشغيل الكمبيوتر من طريق الزر شغل الكمبيوتر إذا الكمبيوتر كان شغال بالأصل أكمل الكمبيوتر هيك بيسوي إذا كان في وابع النوم بأكمل تمام هذا أصدي هذا المقصد من البرمجة كلها تمام لا في شيء تاني بالبيوس أستاذ قصدك الباينيري بالبيوس في باينيري بس البايوس هو عبارة عن برنامج برمجية موجودة على قطعة صغيرة في الكمبيوتر كمبيوتر صغير بس هيك مساحة تخزينية صغيرة بايوس هذا هو البايوس عبارة عن قطعة تمام فيها هيك هذا البايوس فكارة الأم هي ولا لا هذا اسمه بايوس هذا مولوح الأم لا لا أخبارة قصد بيكون لازق فيها اي نعم هذا بيكون لازق في اللوحة الأم بتحدث بنزلوا إصدارات جديدة وبتحدث كل شيء ولكن تحديثه خطر جدا ها يعني غلط واحد خدوا الكمبيوتر وحطوه بأقرب إعادة التدوير خالص يعني إذا بندرب مرة واحدة خالص هذا هذا متشفير عبارة عن ذاكرة ذاكرة روم ر او ام تمام بروسيسوري لا هي عبارة عن اختصار كلمة البايوس اسمه بايسيك امبوت او بوت سيستم تمام هاي عبارة عن هاي الكلمة اللي شايفينا اه بايسيك تمام امبوت اوتبوت سيستم يعني نظام 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 الادخال والخروج الاساسي هاي المعنى من كلمة بايوس وهو اساس الكمبيوتر زاد تمام في عدة نوع بايوس كل شركة بتاخد نوع شكل بتشتري نوع شكل بتحطو على اللوحات اللي ام تبعتها طبعا نزل الكمبيوتر ارضي وانضرب البيوس اثناء التحديث شو بصير فينكوا تبدلوا اللوحة الام يمشي حالو بعدين بس يعني على الكب لوحة الام الادين في بعض الوقات في بعض الاشخاص بتعرف ترجع تصفر البيوس وتنزل البيوس من جديد عليه باستخدام اداة في اداة غالية شوي صراحة بعض الاشخاص اللي بيصالحوا كمبيوترات بيقدروا يعملوا هاي الشغلة ولكن نادرين كتير هدو الاشخاص نادرين كتير لانه شغلة نادرة تصير فنادر تعلمها تمام بس في خبراء محترفين بهاي الشغلة هاي الشغلة عادية عندهم بتصير كتير بيعملوها دائما يعني هي بسبب انه ندرت حصول هذا الامر نادر كتير انه يفشل البيوس تمام ولكن اذا فشل قليلين العالم بيقدروا يصلحوا وينزلوا عليه البيوس من جديد فلهيك بتلاقي انه بيلولك بس نضرب البيوس خلاص لوح الام بدك بدلة ليش لانه صعب تلاقي حدا يصلح انا بعرف الشخاص تصلح والله يعني صلاحة حتى بعض منه اشتريت لون انا القطعة مشان يصلحوه ولكن برمجي كله بالبرمجي مو بتنضرب من وين اشتريت مو بتنضرب انت بتعرف تحديس البيوس اي نظام له تحديس البيوس له كمان تحديسات في شركات بتنزل تحديس البيوس مثلا اه اش بي بايوس اوب ديت كتبنا بايوس بعد البيوس اوب ديتين بايوس مثلا اتش بي بتنشر عنده لك حتى كله كله حاطين جنبه تحذير لانه البيوس تحديسه مانه شيء عادي يعني بدهوز تخسر الكمبيوتر كله اذا خرب اذا صار خطأ او طفيت الكمبيوتر اثناء التحديس بيفصول على الاخر لك حتى هون كتبين do not shut down or remove external power from your computer during the process ما يعني لا تغلق الجهاز او تشيل وصلة الطاقة من الكمبيوتر اثناء العملية نهائيا ابدا منجرد ما سويت هذا الشيء خالصين يعني معد فينك اي وحتى اذا شفتم علق ما تفصلوا نهائيا ابدا لانه منجرد ما فشل عملية التحديس خالص الكمبيوتر صار بده تبدير اذا لابتوب مصيبة الكمبيوتر ارضي نص مصيبة انه بتتبدل له حلم كلنا للساعة تسعة اثمان وثلاثين ناخد استراحة عشر دقايق ونرجع لدرسنا ان شاء الله تمام نواصل يلا سأل كله هون نكمل درسنا هل هناك غير مفهوم هل هناك سؤال في احدا عنده سيلي ما بتوقف في احدا عنده سيلي طيب هلأ نحن متل ما شايفين عنا نحن هون private static double من شوي انا حكيت انه بنعمل اجباري ضرب double او integer لحتى نغضر نعمل هاي الفنكشنات تشتغل بالطريقة اللي بدنا اياها ما صح ولكن نحن فين نعمل هيك فين نعمل private مرة تانية او static ما بيهم static integer ضرب تمام منكرر الفنكشن ولكن بطريقة الانتاجر هالمرة يعني نحن بدلا ما نحط هون double فين نحط كمان integers نسوي تقبل كل الانواع تمام هاي اسمه تمام هلا بنعمل هون return بنعمل z خلينا نكتوب الكود اللي كنا كابينا من شوي integer z تساوي x ضرب y متل ما شايفين هلا نحن بهاي الطريقة شو سوينا صرنا نسمح باخذ الرقم هاد بالطريقة اللي بدنا اياها مسلا كتبت هون انا ضرب تمام بين قوسين حطيت هون واحد طبعا خلينا اول شي اه نشيلهم من هدول ونحطهم نحطهم مع هاي الموجود شان ما نصعب علينا الوضع تلاحظ انه نقطة فاصلة فينا ناخد يا انتاجر يا اما دبل البدنية شايف شون اخد دبل هلا هلا انتاجرين تمام متل ماك بياخد كمان اه دبل بياخد انتاجر بتاخد بولين بتاخد اه اه لونج فلوت والبدنية نحن وفينا نحط بنفس الوقت فواصل هلا ازا حطينا فواصلة هون لاحظ الشر شو بيصير بصير عنا غلط هون لانه عم بياخد من تنتين اما في هاي الطريقة هيك نحن هلأ وقت حطينا واحدة منهم بس فواصل شو اخد بياخد على الدبل اما ازا حطينا هاي مثلا كمان فواصل كمان دبل اما ازا شلنا الدبلات شو بيصير تنتقل على الانتاجر مو على ال دبل تنتقل على الانتاجر لانه دول ارقام عبارة عن انتاجر تمام مشغل الكود مثلا منلاقي انه بتشتغل ان كانت انتاجر وان كانت دبل هلأ نحن بالاصل حاطين دبل نحن تمام فرضا ان احنا ما عنا دبل عنا دبل وعنا عدة انواع اخرى هلأ منعمل تبعية تبعية الطباعة مرة تانية ونشوف شو راح يستبلنا تمام نجي منكتب هون ضرب نحطه هون نقطة اغوط نقطة نشغل كود بنلاقي انه اشتغل نظامي انتاجر ما حطه اللي يفاصل نقطة صفر حطه هون نقطة سابعة مثلا نشغلها بتلاقوها راحة على تبعية الدبل مصر استخدمت تبعية الدبل حتى ليكم كتبوا هون على تبعية الانتاجر لانه ما عاد يستخدم هون الانتاجر بسبب وجود هون نقطة بس شلناها من روح على تبعية الانتاجر منلاقيها واحد تحتها كمان واحد لانه هاد الرقم بيشتغل على تبعية الدبل الصح بالنسبة له هو الانتاجر بشكل اوتوماتيكي تمام فهلأ بنرجع معيد هذا المثال شلون بالطريقة هاي اللي بلشناها فيها اول شيء بنعمل public static void تمام او حتى public static int مثلا او void اللي بدنا اياه مثلا نعمل print هاي مثلا تاخد اه انتيجر هوان في عندي غلط اه الغلط هاد انتيجر لا اخوان انتيجر نزل نستخدم من بره مثل ما قالت انتيجر print رجعنا صفر ولكن نحن عم نطبع شو جوه عم نطبع الانتيجر مثلا نكتب هون number تمام نطبع هون int عفوان بس number تمام هلا شايفين هاي اللي قدامنا نحنا هون اذا ما نجي نطبعه فوق نكتب بس نكتب بتلاقو انه شو كتب يكون هون ما صح هلا رح نعملها هاي مو بس تاخد رح نسويه متل وتاخد جميع الانواع شو ما نسوي هادا الشي اول شي خلينا نحط رقم ونشغلها بتلاقو انه اشتغلت هاي ما عم نستخدمها نحنا ها لا تفكروا ما عم نستخدم هاي ما عم نستخدمها نحنا بس منحطها هيك لانه صح بده يرجع رقمه لكن ما في داعي نطبعه نحنا فينا نطبع زي بدنا بس ما بدنا نطبعه عم نرجع صفر فينا نعمل return null بس ما بعرض اذا بتسبك بالتبعية الانتاجر ما بتصير بالانتاجر اذا ما في داعي خلص نعمل return zero ومع هيك ما رح نرجع ناخده اذا بدنا نرجعه ناخده بدنا نكتب s-o-u-t print جواتها لل-s-o-u-t تمام بعدين بيطبع لنا صفر ما بيطبع لنا واحد تمام ما بدنا نطبع نحنا شي فلهيك ما رح نعمل return واغلبها هنين بيتفادوا عن الخطأ هاد بالعادة بيكتب خطأ اصفر تحتها وقت اللي بدنا نطبعها ننشغل الكود بدون ما نطبعه تمام بس لانه كاتبين هون الطباعة بالاصل نحنا والreturn هون zero حطين طباعة هون نحنا فما رح يعامل هيك شي ورح تبين كأنه طبيعي تمام هلا هاي البرينت واحد هدا انتاجر بيطبع تمام خليني حاول اطبع نص مثلا بدي اطبع نص مسلا شوفوا شو ما بدي اطبع هلا بيعطيني error ما صح فاللا هاي رح نعملها نحنا بتطبع نص كمان بنفس الكود نعم هالمرة شو print انتاجر نفس الفنكشن ها نفسه نفس الاسم نعمل هون text بس نرجع بنجي منكتب هون system نقطة out نقطة print text تمام فيكو تعملوا هون print line وprint آآ عادية فينه نعمل تنتين ثلاثة منهم ما بيهم فيكو تسموها هاي print line عادية بس نفس السطر تمام فينا نشيلون لها دول نعملها شو ما بتكون بتسويوا هلا من يوم ما راح يزبتكم بعدين هون شو بنعمل return كمان صفر بس هون بما انها هاي string ما بترجع نص خبتعملوا هيك فراغ بس هاي شو هاي overloading يعني موجودة عنا ورجعنا عملنا فوق يعني شيلوا هلا هاد هذا شو بيقبل الفار حطوا الفار عليه شوفوا شو بيقبل يطبع integer و string اذا بتكتبوا integer بيطبعوه واذا بتكتبوا نص بيطبعو شفتش لون نحن بهتطريقة عوضنا عن كلمة s o u t وصلنا نستخدم ال print ايه ال s o u t اسهل كتاب s o u t وخلص enter ولكن نحن ال print بتسهل علينا مثلا اذا حابين يعني انا ماضي نصح بهذا الشيء ولكن اذا حابين هيك شغلة يعني كيف تسوه مانا مشكلة فيكوا تعملوا فانكشناتكم الخاصة بتعدلوا عليهم بتعملوا الكتاب ايش لون ما بتكون بتصير وهيك يعني هلا هون نحن كمان عنا هلا اذا ملاحظين ما فينا انطبع فواصل فينا نعمل كمان واحدة تبقية فواصل بنفس الاسم public static double تمام print بين قوسين هون شو بنحط double number كمان بتصير number نفسه نجم نكتب on system نطبع number نعم طبع الفورمات هناك موجود في java ولا لا اش ايه فورمات فورمات مثلا بنعم الكون كات مثلا وانتج ايه موجودة طبعا يعني عوض ما نكتب static وانتج بالندي لفوق وبين بتعمل هيك ها اعرف متى لك لا اه بدلا ما تكتف الكلمات الطويلة وتحط النقطة وتحط هيك هيك بتعمل مثلا انه اه و بتحط شو ما بدك تحط فيها ما بيقسم بس الفونكشنات انت تشوف شو بتقبل يعني اذا عم تسألني على فونكشن انت شو بتقبل الفونكشن كتبها الفونكشن اللي بدك اياها مثلا وحط الفارع عليها واستنى شوي بيطلع لك شو بتقبل هيك ما فيني اعنى لك شو بتقبل وهيك يعني ما بعرف الصراحة في شغلات بجوز بتقبل وقل لك ما بتقبل هاي الشغلة بتعتمد عكل شخص وشغله باللغة البرمجة قديش بتشتغل فيها انا مشتغل لدرجة انه بس بعرف استخدم فقط الشغلات بتفيدني فقط لا غير يعني صراحة ما كتير بيستخدمون يعني بالاصل ما بعمل نادر ان اعمل نادر اصار لي سنة ما استخدمت نهاية اغلب الشغلات اللي بتشتغل فيها زيطا بطبعه وبعث بيانات قواعد بيانات بيستلمها وهيك هيك شغل اما انه سلايس وبوب ودول شوي نادرا الواحد يستخدم ولكن لهم الاستخدام يعني ايه تمام يعني ما في شي انه والله خلاص هاي بدا تستخدم هاي يعني هتستخدم ما في انه هيك دا هي موجودة بس يعني يعني ما فينك موجودة هي ولكن متما ما قلتلك استخدامها قليل لهيك انا صراحة ما دخلت عليها كتير ما بعرف شو بتاخد بيانات بعرف بتاخد بس الشغلات التانية اذا فيه بتاخد ولا ما بتاخد ما بعرف يعني اذا بتاخد انتاجر وبتقص منه من الارب على الخمسة وبتوزعه ما بعرف هاي اي الشغلة ما جربت انا اشتغلت فيها بالطريقة اللي استفدت منها فقط لا غير هاي الشغلات ما فينو حدا يعرف اذا ما جربها يعني يعني الصراحة ما فيه شخص نهائيا بيستخدم السلايس كرمال يقص انتاجر طب تتوقع يكون فيه بالسلايس في انتاجر يعني ما بتوقع لا يعني انه تقص تعمل للحروف اجباري للنصوص هاي ما نالالارخام فهذا الشيء من الطبيعي انه نعرف انه ما بتقبل غير نصوص بس قل لك انه انا مجربة يعني بتقبل التاجر ولا لا لا ما مجرب انه في حياتي ما استخدمت استخدمت هذا التاجر ما في حدا باستخدم التاجر هيك شغلات مثل ما لك فضول يعتبر هذا وهذا الفضول فينك تحل لو انه تتجرب انت يعني غريك ما فينك اذا بدك يعني يجرب وهيك يعني من نجرب جميع البيانات مثل S O U T System Nقطة Out Nقطة Print نحن بنعرف انه بتقبل جميع الشغلات بتطبع كل شي مصلح هون نفس الشي بتطبع كل شي هاي مظبوط ولكن ما ماني مجبور ادخل انا جربهم كل ياتهم خلص انا بعرف هاي Print لم تطبع اذا بتطبع كل شي اذا ما انطبع تدور على حل اطبع هالشغل اللي بدي يطبع بدي يطبع اوبجيكت بدور على طريقة اطبع هل يطبع لست بدور على طريقة اطبع لست بس هيك سويت في داعي انه الواحد يعزب حلو هاي هلا بس هاد الرقم double صار لا وانه اخد على تبعية double اللي هي هاي كتب لي ذائد واحد usage تمام صار يطبع double فضل كنت رحيسيلك اخر الدرس يعني مثلا نموتكم عندك مقابلكم يسألك هاي الاسئلة اونا بيسألك طبعا ولكن هاي الاسئلة ما بيسألوا انه شو بتاخد هاي شو بتاخد هاي لا ما بيهمون هدا الشيء اللي بيهمون هو الشغلات اللي بيشتغلوا فيها هنين مثلا اذا بيشتغلوا بالذكاء اصنع بيسألك اسئلة عليه مثلا بيشتغلوا بالمواقع الويب بيقلك كيف نعمل نحن بحث من جرد ما يكتب الشخص حرف يصير البحث شلون هيك بيديو يقول لك ما رح يقول لك انه عمل لي سلايس وعمل لي كونكات هاي الشغلات هاي مقابلات بحث تبعات برمجة يعني استخدم في الذكاء الصناعي وما الى ذلك تحليل بيانات تحليل بيانات اللي يعني اذا بدا تشتغل فيه شغل يعني بشركات ايه ولكن اغلب استخدامهم في البرمجة بيستخدموهم جوجل هيك هادول بالاصل محدودين يعني هادول فرص العمل محدودين كتير يعني مو انه موجودين كتير لا محدودين يعني فالواحد يعني مثلا بيشتغل على الذكاء الاصطناعي هاي الشغلة متوجهة هلأ وفاتحة كتير يعني فرص لها هيك شغلات ايه كيف بتولد رقم من عشرين سطر وكل رقم لازم يكون بين الكذا والكذا وهذا الرقم الاول لازم يتعدل خمسين رقم تاني لازم ما يتعدل المية رقم تالت لازم ما يصير تحت المية هيك اسئلة بتجي هاي بدا منطق ما بدونيك تعارف برمجة بدونيك تعارف المنطق مجرد ما تعارف المنطق انه بياخدوه هاي الطريقة التوظيف عندهم النسبة لهم مثل ما قال لك ايلون ماسك عطى معادلة قال اي شخص بحلة كتير هي مبينة بسيطة لانه تتوجه يمين ويسأل والله ما تذكر الصراحة مظلوب ما بدي يقول غلط تكون هاي بس عطى معادلة بسيطة قال اذا اتجهت كذا وكذا وكذا هيك واخر شي شو هي النقطة اللي كان فيها وهي قالوا اللي بحلة بيوظفه قال انا بدي عالم تعرفت حلائي هاي الشغلة مبينة بسيطة تمام ولكن منطقها صعب وهو قال بدي بس يفهم المنطق الاشخاص ويحلوها باستخدام المنطق بيحلة بوظفه فورا فعلا في عالم صارت تحاول تحلو هيك يعني بس اخر شي فشلوا يعني من اعظم المبرمجين يعني فشلوا شو السبب السبب انه في عالم حتى حلتها وما خبرت حدا عليها حلتها وما قبلت بالوظيفة طبعا ولكن هيك حبه الحلوة يعني طبعا مبرمج ذكي وعظيم يعني بهالقوة بيكون بالاصل معه مصاري معه كل شي يعني ما بيضطر على وظيفة وما بيكون اصلا فاضي ليستلم وظيفة يعني ولكن في عالم حلتها وهيك صار بس الاشخاص اللي ما عنده مظيفة صعب مغضروا حلوة اخر شي استسلم من الواقع فالمنطق هو اهم شي يحسن شو ما سويت اذا المنطق المقنو صحيح بالنسبة لبرمجة اللي عم تعملها بيستفيد شي الواحد من البرمجة كلها اصلا الواحد وقت بدي برمج شغلة ببرمجة مغو قبل ما يبلش فيها بالبرنامج انا مرت علي فترة برمجة قبل من برمجة بعدها بعدها تسعودت يعني الواحد صار شي طبيعي بالنسبة الواحد ما بعيش بدون برمجة صار بس تعلمت برمجة مظبوغة صار معا تقدر تعيش بدون برمجة احيانا بتكره وبتمل منا بس بعدين ترجع بتمل ترجع اولا يعني تصير هاي الشغلات كمان هلا حطينا long صار تقبل long صار تقبل اللي بدنا حتى فينا نعمل public static object مغار اذا بتاخد object هي ما بتاخد object مثلا array او list string print طبعا هاي شيء غير منطقي انه نحط string قائمة return string تمام غير منطقي نحطها هيك ليش لانه اذا حطناها بهاي الطريقة نحنا شو رح يصير عننا زاتا رح يصير في مشكلة واللي هي انه انت ما فينا ترجع string بهاي الطريقة بك تعمل هيك وجواتها تحط هيك تمام بس مثل ما قالت بما انه هي شيء غير منطقي فما فينا نسويها نهائيا هاي الرية string بالاصل ما بينطبع معنا نحن بال system println out system out println تمام بالاصل ما بينطبع معنا بده يكتب لنا كتابات غير مفهومة لحتى يطبعها فنحن ما في داعي نعذب حالنا بكتابتها تمام فينا نحط string فاضي وعمل متغير فاضي وحقه مثلا هلا مثلا هيك فين اعمل هون هيك مثلا list وعمل فوق string طريقة ليش وعمل هيك اعمل print بعدين system out برفع بكتبها من الصفر ليش ما غارس يعني هو هنا منحط مثلا string مثل تبعية الارض اللي فوق ما شايفها list طبعا هي list مثل تحتها list وهاي list خذينا نكتبها عشان ما يتخربط وبعض وهيك هيك صار فينا بتطبع list بس هي بالاصل ما تطبع القائمة يعني ما لها فايدة هلا زي جينا لهون نحن وحطينا هون بين قوسين شو رح يكتب لي string text integer number double number long number string list تمام نعمل لي string list تبعيث integer كمان بيصير تمام كله بيصير هاي integer وهيك تمام كله بيصير تمام هذا الشي بعود لكم شفو integer list ف نحن شو ما طبعنا شو بالنهاية راح نسوي ذاتا عم نعمل overloading يعني عم نعملها تقبل جميع انواع البيانات هالطريقة بس بتكرروا وبتغيروا الشغل اللي بترجعها مثلا اذا ما بتكن ترجع شي خلاص نترجعها اما اذا عملية ضرب عملية جمع اذا اجهز فينا بتعمل string تجمع string ببعض تمام وتطبعهم هاي كان بالنسبة ل الفونكشنات هدول في عندي واحدة راح اكتبها واللي هي تبعيت بجمع تمام نكتبها بسرعة public static string تمام plus هيك راح عملها تمام راح عمل هون return فاضي هاي بما راح ترجع return صورا فاضي بس راح نعمل هون system او راح نعمل هون string text واحد و string text اتنين تمام text واحد وتكست اتنين بعدين من شو منسوي نضيف هاي هيك زائد text اتنين نرجع return نعملها text اتنين هلا نفسها هاي شو منسوي فيها مناخذها حطها هون ولكن نعملها integer 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 طبعا هدا number 1 number 2 فينكن تسموها number 1 number 2 اتنين بعدين تطبعوا ون كمان كله بنفس تمام هلا نجي لهون نحنا شو منحط نكتب بين قوسين سمي كولم منحط ايدنا عليها شو بتسوي بتاخد نصوص وبتاخد فمنحط عشرة زاء فاصلة عشرة عشرة فاصلة عشرة شو طبعا هاي لازم نحطها نشغل كود نلاقي عشرة زائد عشرة عشرين طيب نحط نصوص نحط هذا نص مثلا استبي طلب نص تاني كتب hello فاصلة world نشغل كود اخذ نصوص تمام اذا بيشتغل بشكل طبيعي بدون اي مشكلة عملت انا عملية جمع هلا تجمع نصوص تجمع ارقام فينا نعمل قصة واحدة واللي هي شو تبعية واللي بدنا اياها ذاتا احنا فينا نسوي مثلا هاي نسخها فورا نحطها هون وهون هيك تمام صارت تقبل كانت ما تقبل هلا صارت تقبل مثلا 9.5 10.2 نشغل كود اللي انه جمعون نظامه تمام ونحن بهاي الطريقة استخدمناها وعملنا تقبل جميع انواع الاكواد جميع انواع المتغيرات في عدة متغيرات انا ما عملتهم كلون ولكن انه فيكم نسوي تمام هيدا الشي بشو بيفيد بيفيد اذا عملتوا انتو مثل function شخص بده يحط مثلا عملية حسابية بس فواصل ما فواصل ما بيعرف مثلا شخص بده جايبين بصاري من قاعة البيانات ومصاري تاني من قاعة البيانات اذا المصاري الاولى مثلا والمصاري التاني اتنين هتون انتاجر بيستخدم تبعية الانتاجر اتبعها مشان ما يطلع له الصفر الاخير تمام مثال على هذا الشي شوفوا عملناها من شوي خليها نستخدم مية نفسها هدول شي اللي يغم ما بدي يغم في عنا انتاجر في عنا دبل مصح فهلا هاد مصرياته في البنك تسعين ليرا وخمس ليرات وخمسة فاصلة خمسة و بدنا نحط مثلا اه بحسابه الثاني كمان في عنده بحسابه الثاني كمان بيتانه ثلاثة وخمسين وثلاثة اراء وثلاثة جزء تمام نشغل الكود نلاقي انه طلعت المصاري الكاملة تبعيته قديش ثلاثمية وثلاثة واربعين فاصلة ثمانية اذا في فواصل طيب انا فرضا ما بدي يطلع هذا مثلا انا كتبت خمسين ومصرياته بحسابه الثاني كمان خمسين او مية تمام وما كانت عندي هاي تبعيت الانت شو رح يعطيني رح يعطيني هاد الرقم اخر صفر نصح فانا اذا ما بدي هذا الصفر شو بسوي حط هاي الانتاجر خليه يقبل الانتاجر بعمله مرة تانية لنفس بنفس الاسم بلاس بس بغيره بسوية بكتبهم مرتين هون بصير تقبل تنتين بشغل الكود طلعوا هلا مية وخمسين راحة الفاصلة تمام هاي بشان ما تعملوا يحزوا في الرقم اللي بعد الفاصلة وما بعرف شو هاي الشابات هاي هاي كنت تستخدموا بهاي الطريقة تمام سأل واحد ما يكتر كود فين كون سهلوا على حالكم بهيك شكل في حد عنده أسئلة يحد عنده سؤال كل شيء مفهوم له هلا طيب هلا في شيء عنا اسمه واللي هو الأهداف أو متل ما بيقولوا قابلية الاستخدام تمام شوف هلا نحن عنا فينا بالكلاس هاد فينا نعين هون متغيرات مثلا انتيجر نمبر تساوي صفر هذا انتيجر نمبر اذا كانت هاي فوقه ما فينا نستخدمه لا النمبر شوفوا ما طلع ما فينا نستخدمه ليش لانه تحت مسلا اذا كان فوق صير فينا نستخدمه بشكل طبيعي تمام شو السبب السبب انه متى ما قالت هذا شيء اسمه تمام هلا هلأ عرفونا ليش حط فوق داخل طبعا ما فيناك تحت فوق ما مشكلة بس انا بحكي هون متل ما نعرف نحن بالبرمجة بتقرأ من فوق الى تحت تمام فاذا كان الرقم تحت بتحطوه هون تمام ما بيمشي حاله هون بتحطوه فوق جباري حتى يستخدمه هلأ بالنسبة للكلاسات اي نعم هون بتحطو static تمام بتحطو الانتيجر نمبر تمام شان تستخدموه لهذا الرقم طيب هلأ ازا ما استخدمت static شو بتستخدموه public فيكو تستخدموه كمان public بيستخدم من بره هاي من بره هذا الكلاس لا يستخدم هون بيستخدم من بره فقط public static هلأ وين بيستخدم هون وفي ملف اخر بكلاس اخر يعني تمام فهيك صار نحنا عملنا ميزة انه حتى ازا حطينا private هلأ هون بالprivate شو بيصير فينا نعمل له بس access جو هادي الكلاس من هون لهم فقط لاغر تمام جس جواته لها لاغر شاعد عنده سؤال استاذ اخير هذي ما فهمت الصراح طيب كيف يعني لما تكون static بيقبل انه يكون خارج خارج الكلاس ولما تكون static static بيقبلها ولا كيف شو قلت لاخر هلأ static مشان تقدر تستخدم جوه الكلاس هذا تمام اه public مشان تقدر تستخدمها بره الكلاس الكامل اه تمام public شو يعني يعني معمم عمومي يعني اي شخص قادر على استخدامه private شو يعني يعني داخل الكلاس فقط هاد من هون لهون قد ما بتعمل function هات فينك تاخدها فين كنت تعملوا هون ايه شغلة تانية مثلا هادا الرقم موجود في اه function هي هون public static void مثلا هلأ مكتب للاسم مصحح هاي هلو هلو انا عمل بس شيء مؤقت يعني اذا عملتوا هون الرقم number يساوي صفر ما فيكن تستخدمو من هون تمام اذا كان الرقم موجود في function اخرى ما فيكن تستخدمو بهاي وما فيكن تستخدمو رقم هون موجود بfunction اخرى مثلا x تساوي صفر تمام integer نحطه هون آآ s o u t x ما فينا نستخدم الارقام او الشغلات المعرفة خارج هاي الفانكشنات او مثلا هاي موجودة هون ما فيكن تستخدمها هون اذا ما بعدت لهون لك تبعثها ترسلها ارسال او بدك تشيلها وتحطها وين لك تحطها هون بعد ما تحطها هون رح تعملها static مشان تشتغل في الكلاس هاد نفس الشي للنمبر هاد اذا كنت تستخدموه في كل تحطوه هون تعملو static integer النمبر وهيك صار فينا نستخدمهم جوه الكلاس طبعا هدول وين محطوطات تحت الكلاس يعني فينا نحن ننشئ متغيرات في قلب الكلاس هون مو بس في قلب الفونكشنز في قلب الكلاسات كمان كمان هاي الشغلة حلوة بالC sharp وبالجافا وهاي اللغات عائلة C أغلب الأوقات يعني هي والجافا يعني شغلة جميلة جدا لانه انت بدل ما تنقل السل المتغير من هون تحطوه بهديك وتجيبوه هيك فيناك بسهولة تامة تستخدموه هون هلو هون نحن ما فينا حط متغير تاني للأسف شو السبب لانه الهاي الفونكشن الأساسية راح تبلش هي ما صح هي المين راح تبلش وقت اللي راح تبلش وتشوف انه ما في عند اكس ما راح تبدأ فهون شو حطين حطين يعني ما لازم تشيل هاي لازم تعمل لها يعني راح تحب القيمة اجباري تبعيتها لحتى تشتغل تمام وما فينا احنا نحط قيمة هيك توقع كانت تحطها هيك حطلها خمسة ما كان يحدد للقيمة القيمة بتتحدد اوتوماتيكيا من النظام بس بدك اجباري كومبايلر يعني بدون الكمبايلر ما فينك update شايف شلون هذا الكمبايلر هو بيحفظها البيانات فنحنا بدونها ما فين نستخدم اي كومبايلر عادي يعني فين نستخدم ال vs code اذا كان عنا الاضافة تبعيته تبعيت بتشغل جافا وهي بدونها ما فين نستخدم فورا جافا اجباري بده بيئة عمل بشكل ضروري تمام في حد عنده سؤال هلا في حدا ما نفهمان في شي غير مفهوم اللي عنده اي مشكلة وشي غير فهمانه بتمنى ان يكون تخبروني تمام في حدا عنده اسئلة فهمس طبعا لقلكم شغلة مشو فينا نستخدم نحنا بعض من هاي الprivate الستاتيك وال اي الشغلات البروغية رح الكم ليش نستخدمها اول شي خلينا نتعلم نحنا ناخد من ملف اخر تمام اول شي نجي هون نعمل ملف جديد new java class تمام هذا الclass رح نسميه مثلا connection تمام او مسمي database تمام my database رح سميه هيك مثلا enter هاي بننا نعتبره انه انا عامل اتصال لقاعة البيانات هون وحاطة الكلمات المرور هون مشان ما حدا يسرق هون بهاج تمام طيب هون شو بتسووا انتو بتعملوا مثلا function public static واللي هي رح تكون هاي connect to مسلا data database تمام void هلا هون نحنا هاي عبارة عن function ما حدا بيضر يستخدمها هاي هلا هون جواتها لهاي نحنا فينا نستخدم بس هاي ما صح ولكن انا رح اعمل هون private هاي private شو رح تسوي رح نحط فيا الشغلات الحساسة مشان ما حدا ياخدها من القاعة البناء جات او جات او انسرت ديتا تمام هاي الانسرت ديتا شو بتسوي او نحنا بشكل عام يعني مسلا حاطين هون سترينج هوست تساوي مسلا الوكال هون عم بعطي مسال مسال ما عمد تسوي بقاعة البناء بقاة البناء مثال هذا فقط string db name بس هيك يعني قريبة لها مثلا students كويسي بعدين شو عنا يوزر نيم string يوزر نيم طبعا بقاعة البناء تجبر يوزر نيم مثلا فسام string password زاوي مثلا واحدين ثلاثة اربعة خمسة تمام مثلا نحنا عاملين function ولكن هلأ ما رح عمل شي تمام هعمل هون return على اساس نتصل تمام هفهم هون هعمل انتجر انه ترجعلي انه اتصل تمام هكتب return واحد بس هعمل هيك انه انا خلاص اتصل يعني في عمليات كتير هون بتصير لتتصل يعني ولكم امثل انه اتصلت تمام هلأ هون شو بيجي بسوينا بعمل return عفوا string وهي هون شو بتاخد شو بترجع بتجرب اللي تحت اول شي بتكتب ايف هاي هيك تمام ايف private اه private insert data تمام هيك منشتغل فنكشن بال ايف مشان ناخد البيانات تبعيتها تساوي تساوي واحد شو منسوي return return connected successfully تمام في عنا الوقت انه نو نظامية بعد else اجبار تحطوا else بال return لانه اذا ما رجعتوا بال هاي لازم يتأكد انه في حالة اذا بحيث ما رجع شو يسوي اجبار else return failed to connect هذا كله عبارة عن شيء وهمي ها هذا مو اتصال نظامي هذا شيء وهمي انا عم بعملكم مثال فقط لو رجيكم بشو بتستخدم بتتصوى خواعد البيانات بتستخدم مسلا هذا الملف my database تمام شو حطيت انا هون عملت لهاي private static ليش وشان ما احدا يوصل لها من بره هلا بورجيكم ليش شايفين فيه متغيرات ما صح هاي ما بدي حدا يوصل لها المتغيرات هاي المتغيرات ما بدي حدا يوصل لها فيني حطهم فوق فيني حطهم هون اذا بدي بس هون اذا حطيتهم شو رح يصير شوفوا اذا كتبت هون my database نقطة شوف هلا ما في غير connect to database ما صح طيب اذا رحنا لهون نحنا بما انه دول هيك فيني حطهم انا static تمام بس في عالم تحط عندها متغيرات public ما صح فهذا متغير public اذا حطينا هون شو بنحط شو بيصير نقطة host اخد host تبعا تمام فبنجي بنعمل هون s-o-u-t حط host بنشغل code اجا اسم الhost عرفتوا ليش بيستخدم private حطيتها private شوف ولا بتبليل host غير موجود معادي يلاقي host has private access in my database يعني فقط استخدام سري في ال database نفس الشي هون هاي private ما فين يستخدمه هون انا فبستخدمه فقط هوني تمام هذا المقصد من كلامي هون انه private بشيك شغلات بتفيدنا مثلا هلا هون my database نقطة connect to database ما عندي شي تاني لا غير ما عندي شي تاني بس هيك شغل code connect ليش لانه رجعت هاي وصلتني طبعا عم نعتبر انه هون اتصل بقاطبين وكل شي ولكن بما انه private هديك ما فينا نعمل access لشي اما ازا public شوف ولا شغل code عفوا مش شغل code نعمل هيك لو insert data اجيت هذا الشي ما بديه هذا الشي اللي ما بديه تمام تعتمدوا على قواعد البيانات باستخدام private دائما حاولوا دائما استخدموا private بقواعد البيانات بتكون تخبوا متغير او كلمة مرور تحطوهم لهدول وين بتحطوهم هون مثلا بتحطوها private بس حيث ما حدا يقدر ياخدن لهدول البيانات ازا معوا المكتبة ايه ازا فتش بيقدر ولكن استخدام البسيط ما في انو نشوفوهم يعني ايه تفضل كيف عملت هلا انت private للمتغير هو جوا class public الله قبل شوية عملت هو نحن جباري هذا الclass لازم تصير public روضو انت عندك هذا الclass ازا حطو private شو بيصير ما بيشتغل بحياتك سمعت class private ما فينا اه فهمت عليك نحن شو بنعمل الclass شان نستخدم مبره ما صح my data بي نقطة شوف اللي شان نقدر استخدم هاي من هون اه فازا شلت هاي public فين يعمل هون public تمام هاي ازا ما اشتغلت هون ازا ما لقاها هون بتحطها public ازا لقاها ما انا مش تشتغل بس ازا ما لقاها بتحطها public مرة تانية هي بشكل default بشكل اساسي محطوطها public تمام بس الشغلات الجوات انت بتغيرها تمام يعني لنا الحرية انا مثلا بغير هاي مثلا متغير ايو شي بنقضي بعمل اه شي private حتى هاي private شوف اللي هلا ازا هاي public وهادي شوف اللبدي اكتب my database نقطة شوف ما فيول واحدة منهم ما صح شو السبب نانو private لا غير هيك نجا مو مو public مو public بس في عندي ايرور هون سواني نا راح اليرور يون related problem طالين شي لدون تمام هذا class no usage اللي بكتبلي my database نقطة و و ما في شي تاني هاي حط انا ما صح هاي نقطة db name عطينا static مع public لحتى شي حالها تمام static بتشغلها مع public private static كمان بتصير ما نمشكلة يعني شوف نقطة ما لقتها اذا تشتغل معها كمان ولكن نحنا اا static عم نحطه نحنا مشان نعمل لها access في البهاد تمام بعدين نحط الprivate شان نعرف اذا بدي access برا هدول تمام ففرضا هاي string عادية هيك وحطت لبس public شو بيصير هون هون ما بيستفيد شي منا بدي يجبار الstatic مشان نقدر استخدم هون كمان فوش بيستخدم هون وبحط لها public بيصير فيلي يستخدم من برا نا فالstatic تسمح لنا بالاستخدام من كان برا ولا داخلي تمام مع الprivate اما مع الprivate تسمح فقط هون جوا بشكل كامل في الكلاس هذا تمام تعرف مع قد شوي ولكن طريقة الوحيدة اللي فيني شرح لكم فيها الصراحة يعني بصوت من هيك ما في يعني صراحة مثل ما تلك private جوا الجوا ال ايو الاستاتيك بتخلي لهاي المتغير تستخدم هون بالملف هادي الاستاتيك بس لحالة اذا حطيتوا استاتيك مع هاي وين تستخدم تستخدم بهذا الملف فقط في هذا الكلاس تمام بس هون برا على الكلاس ما فيش حال اذا حطيتوا معها public بصير في كورة تستخدموها برا هذا الكلاس وين ما بتكون اما اذا حطيتوا private بتصير استخدامها هون هلا هون بالنسبة لهاي يعني private static لا احد المتغيرات اه لعنا بتحط كشيء تأكيدي يعني للتأكيد فقط ليش لانه اه فرض انت حاط private static شو استفد نفس شي زي ما رح تستخدم من الكلاس تاني يعني ما رح تستخدم من الكلاس التاني يعني للنهاية رح تستخدم من الكلاس واحد فقط لا غير لانه موجود static والprivate اما اذا ما محطوطة بتظله لا تستخدم برا الا اذا حطيت popped اجبار public يعني استخدام برا الكلاس خلاص هيحفظوها public بتعمموه على جميع الملفات والكلاس لا غير الكلاس الكلاسات كتير هيك وانا بعرف شغلي توقع مستفعبين الكلاسات شوي نصح جز سألوا ليش الكلاس شو فأته وليش هيك فأيته متل ما قلت لكم استخدامه بعدة اماكن تسهيل للعمل وهيك اول ما تعلمت برمجة صراحة كانوا يخوفون الكلاسات على الترشي اقول هدول شلون بدي يستخدم ما مستفيد منه شلون هيك فأنا هلأ بعرف شو كنت تفكر في لهيك شرحت لكم اياها بطريقة كنت اتمنى حدا يشرح لي اياها يعني بها الطريقة هاي بس ما توفر لي يعني مثلا عفوا شو من كان طبعا ما بتشتغل هلأ هيك بشكل عام اول شي نحن عنا هذا اسم الملف ما صح فإذا جيت لهون شو اسمه هذا تمام تشتغل ولكن احنا عنا في مشكلة واللي هي اسم الملف الاساسي بالاصل mydatabase.java فإذا لكم تعملوا class حاولوا سموعة اسم الclass نفسه في قلبه على اسم الملف تمام دايما على اسم الملف عملوا ولو اسم الclass الاول وتركوه فاضي معلش mydatabase تمام عملوه هيك طبعا لازم نكتوب كلمة class معلش بتعملوه هيك للكلاس بس حط له فاضي ما هون انه عملوا الكلاسات التانيات بعدين مو مشكلة بس class الاول اجباري حط واحد متل اسم الملف هيك احسن يعني مشان ما يكون في حدا عنده اصدار قديم او اي شيء ما يأثر على الكود تمام مثلا هون hello يشتغل نزوام فينا نعمل class قدم منها ثلاث في الخطأ هذا لانه في عنا واحدة ذات على المعظم سنو انك التعامل واحدة من قبل و كنت عامل واحدة من قبل مضبوط اسمه hello مااني حفظ عن الملف هيك الساتة محفوظة فيها اذا عملت هلأ hello مستخدم كان هو ده لفلاث الله اعلم ممكن مستخدم يا هون يا هلأ بجرب مستخدم هاد اه ايه نعم ازبوط مستخدمه بهذا لكو class hello اقول يعني فيه غلط يعني ماانه مستخدمه من قبل مافي يكرره مجباري من روح للاغر تمام في حد عنده اسئلة مستخدم الملفات متقبل لانه مثلا بتعفظ class class مثلا بنفس الاسم تبع class في نفس الاسم في ملفين مختلفين نفس اسم الclass بملفين مختلفين ماذا ماذا هذا الملفات مافي مافي طلع لك error طبعا مجباري السبب هو انه متما قلت لك class والهاي بيئة العمل بالكامل هاي اسمه source تمام شايف هدول الملفات كلهم متنصل في بعضهم كلهم كلهم بشكل دائم كلهم متنصل في بعضهم لو مجرد ما تكتب شيء خاطئ هون مثلا class مثلا عملت class هون اسمه hello تمام مجرد ما تعمل هذا class بيعرف انه هذا class موجود هون ما بصير تعمله هون مرتين هاي اسم البيئة تبيئة البرمجة gradle هاي بيئة البرمجة تمام هاي مختصة هيك بالجابا اختصاص هيك بالجابا يعني شغل تعمل بس شغلية حلوة ليش مشا مايصير تكرار يعني في class يعني انت تعمل هلا class math ليك three related problems في عنا بالاصل نحنا class math وين موجود في هاي ليك نحنا عنا مستخدم هون طبعا طلعلي error هون شو هو هو error طلعنا اياه هذا error الهو input random number 1 طيب ليش ما عطاني error اللي بيخص الملف class اللي موجود هون طبع الماث ليش لانه بالاصل هذا الماث الموجود هون نحنا عنا في حزمة تبعية الجابا الأصلية class خارج بيئة العمل ما نفق البيئة العمل نفسه تمام ما نه هون يعني ففينا نحنا نعمل واحد مثل هون أما نحنا ما رح يعطينا error ما عندي هاي ال random فيها إسه لازم نعمل هون ال random لحتى يقدر يصحح هذا الخطأ مثلا لا بعملها ال random على السريع نعمل public static void أو double نعمل random شوف راح error تمام راح error شغل code ما في error ليش لأنه هذا مستخدم من قبل عنا في لعبة number bid اللي عملناها تمام ف class math سمح لي اعمله شو السبب لأنه بالأصل هذا class math ما نموجود في بيئة العمل هاي هدول الملفات الخمسة الستة اللي عندي لclass ما نموجود فيهم موجود وين بال external libraries تمام موجود 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 فين يعني تمام هاي وينشاء الclass رح رح ارجع الشحلة هون اكتر في الدروس القادمة شغلات مهمة هاي حتى ارجع اعيد من ما كان ال functions وهي هاي اعادة سريعة ان شاء الله بالدرس القادم لانه بيلزمها اعادة صراحة سريعة يعني ان شاء الله في الدرس القادم بكرة الساعة 8 ونص مثلا اذا في حد عنده اي سؤال فينه يسأل في حد عنده اسئلة بعرف درس اليوم كان صعب وهي اصعب الشغلات في جافة ذاتا وتعتبر اخر الشغلات ذاتا مضل شي تاني يعني كتير لحتى قلكن انه والله في اصعب ايه ولكن تعتبر هاي الشغلات هي الاساسية المهمة وذاتا بعد اغلب الشغلات بصير سهلة فهدول بس تعلمتوها خالصين يعني تعتبروا انتو تعرفوا جافة يعني تقريبا تعرفوا ولد جافة يعني فيكن تبال شو تشتغلوا فيا يعني تشتغلوا تعملوا برامج تتعلموا كيف تعملوا برنامج تعلموا كيف تتصلوا على البيانات وهيك يعني ولكن رح نشرح نحن عليه هون اسه ان شاء الله تمام فإذا ما حدا عنده اي سؤال بنه الدرس لهون بتمنى يكون كل شي مفهوم اللي عنده سؤال اللي عنده اي شيء غير فهمان ان شاء الله في الله اشتركوا اشتركوا اشتركوا